السلام عليكم وصلكم الله بالخير والسعادة ان شاء الله طيبين كيف اموركم طبعا للمهتمين دائما نسمع في مجال القهوة او المكاين بالتحديد سنجل بويلر ودول بويلر او دبل بويلر ومالتي بويلر نبي نعرف الفروقات وش معنى ذا وش معنى ذا وش معنى ذا طيب قبل ما نبدأ نفصل هي كلمات باللغة الانجليزية نحاول نترجمها عشان نعرف المعنى السنجل بويلر يعني سخان واحد بويلر يعني سخان سنجل يعني واحد دول بويلر او دبل دبل تعني اثنين يعني اثنين سخانات مالتي بويلر يعني سخانات متعددة تمام ممتاز طبعا هذه المكاينة مفتوحة قلنا نستغل الفرصة هذا بويلر رئيسي المفترض في كل مكان الهواء هذا البويلر يكون موجود البويلر هذي تعب موية من تحت والنص الثاني اللي فوق يكون فيه هواء او بخار يغذي القروبات ويغذي مثل ما احنا نشوف هذا التبخير ممتاز ممتاز يعني المفترض انه اي مكاينة سنجل بويلر يكون فيها فقط هذا ممتاز ممتاز الان قدامنا فيه اثنين سخانات غير هذا يعني ثلاث يعني ايش يعني مالتي بويلر ولو فيه قروب ثالث لانه هذه المكاينة اثنين قروب لو فيه قروب ثالث رح ترحصل وراه واحد نفس هذا ممتاز هذه المكاين تسمى مالتي بويلر وش الفائدة وش فيها وش مواصفاتها رح نعرف المالتي بويلر او الغلايات المتعددة مثل ما حنا نشوف اي قروب في المكاينة وراه سخان نفس هذا في الغالب يكون نص لتر او لتر ممتاز يغذي القروب نفسه طيب وش ميزة يعني الان لو فيه قروب ثالث ترى رح تشوف وراه نفس السخان هذا تمام ميزة هذه المالتي بويلر او الخاصية هذه ان كل قروب اقدر اغير درجة حرارته باختلاف عن الثاني يعني هذا خليه تسعين هذا واحد وتسعين هذا ثمانية وثمانين لو عندي قروب ثالث ممتاز اخر نوع من المكاين طبعا احنا عرفنا ان هذا اذا كان موجود الحال وتسمى سنجل بويلر وهذه المكان مثل ما قلنا اغلب المكان التجاري تكون سنجل بويلر بدون هذه او مالتي بويلر مثل ما احنا نشوف ثلاثة او اربع تسمى مالتي بويلر غليات متعددة او الدول بويلر اللي هي فقط السخان هذا ويكون هنا سخان اما بالعرض او بالطول ايا كانت طريقته يغذي القروبين مع بعض مش كل قروب الحالة لا القروبين مع بعض او ثلاث قروبات كذلك يكون ثلاث قروبات عفوا يكون السخان الموجود هنا يغذي الثلاث قروبات ايش الفرق بينه وبين المالتي بويلر ان كل القروبات تكون بدرجة حرارة واحدة اخيرا بشكل مختصر مثل ما شفنا اذا انا رجال عندي ثلاث اربع طواحين فيها اربع او خمس محاصيل احتاج لكل محصول درجة حرارة فانا احتاج مكينة مالتي بويلر اذا انا رجال عندي محصولين او ثلاث وكلهم يعتمدون على درجة حرارة واحدة ممكن استخدم الدول بويلر وكذلك السنجل بويلر اذا كان يحتوي على مثلا نفس هذه القروبات السنجل بويلر في الغالب هو معتمد على درجة حرارة استاندر مثل ما يقولون في الغالب تكون 92 93 بعض المكان السنجل التجارية توصل الى ثلاث اربعة وتسعين ونشوفها حارة يقولك مشي موية عشان قبل ما تتركب البورتفيلتر عشان تتفادى الحرارة العالية ولكن اذا المكينة تحتوي على قروبات احترافية اللي هي القروبات الـ E61 يعني نقول في الغالب باذن الله انها تكون افضل من غيرها من المكاين السنجل بويلر اشتركوا في القناة